بالنسبة لما تحدثت فيه عن مسألة طاولة الحوار وأنه انتهى ميشا العون. إلى أي مدى انتهى ميشا العون؟ لأنه يبدو أنه بعد فيه عنوين يستطيع رئيس الجمهورية إذا بدك أنه من خلاله أن يبقى موجود. يعني منهم من يقول مثلا هل سيكون ميشا العون آخر رؤسة الجمهورية بجمهورية الطائف كما هي. بطرح لمركزية الإدارية الموسعة منهم من يقول أنه اليوم هذا العنوان سيشتمع عليه المسيحيون مع بعض الانتخابات النيابية. لأنه هم يرون في هذا العنوان ضمانة لبقاء ما تبقى منهم في البلد. يعني النقاش اليوم صار على مستوى عالي لجهة اليوم شكل لبنان الذي سيستمر. هل نحكي بشكل لبنان مطور من أكثر؟ أنا بس قلت لك انتهى ميشا العون ومضربة رئيسة الجمهورية لأنه رفعه عدة شعارات. إذا قلنا الرئيس القوي اللي بقول أنا بدي عود عن نقص الصلاحيات الرئاسية بقوتي النيابية والوزرية. بيّن أنه هو عاجز ما قدر عمل أي خطوة. ليش؟ لأنه هو مرتبط بسقف سياسي هو تابع لحزب الله ولا يستطيع أن يواجه. الكلمة الذي يحكى أو حكي بارح جبران مسيل تمتقليلي حكي أن حزب الله معطل. هذا لا يكفي إياسا إلى ما يصيب البلد وحجم التعطيل. يعني الرئيس القوي انتهى بدوره بهذا الرئيس القوي دمر التراث المسيحي أو الانجازات المسيحية اللي بدأت مع فؤاد شهاب من مؤسسات مدنية من مجلس خدمة مدنية من مصرف لبنان من قضاء من النظومة المصرفية. عمل انقضاض على كل العالم اللي هني يعني بهذه المناصب ضرب كل ما يسمى تراث مسيحي. هيدا أول نقطة. نقطة الثانية إذا قلنا ميشيل عون هو الرئيس القادر يكون وسيط بين الفرقاء مش موجود. هو رئيس. هو معروف طبع منه حواري. هو شخص صدامة استفزازة. ابتزازة متما كان يتفاوض معه. أنا بكتبت جيبوني رئيس أو بعطل البلد. فأصلا هذا الشخص اللي عنده يعني مقاومات الرئيسة اللي هو طرحها أنا ما كنتشوفها فيه قبل. أنه بيّنت أكتر أنه هي شعارات وبينت أنه هيدا يعني مش مش موجودة. مش انهاك بقول أنا انتهاء مش العون طبعا رح يأثر إلى انتهاء هذه أجمهورية. هلأ انتهاء أجمهورية واضحة. هو اليوم مش قادر يظهر من طاح السقف حزب الله. هو اليوم يعني هيدا اللي صارت. نعم. مثل تجربة مثل خبرية نابوليون مع العسكر اللي سلموا الموقع. خلني أقول لي قالوا أنت هيدا حصتك عطاه يعني عمله جاست وقال له هيدا حصتك. أنا أكتر من هيك ما فيك تحكي معي. اليوم ما حزب الله هيدا حصته. أخذ الرئيسة عطاهن البلد. ساهم هو بتدمير البلد من خلال. خلني بس كمل نقطة. بس هو كان قاصد جامل هيك ما كان قاصد جامل هيك ما كان قاصد جامل هيك. هو مشهد نفسه في نصف الطريق. هو تعهد أولا اللي أيده فشله لأنه لازم يعرفه. بس مشال عون وعد وقال أنا علي أن أعيد حزب الله إلى لبنان. حكي فيها. إلا أنه هذه كانت أغراءات للفرقاء اللي عملوا معه مخاصصة لا ترشيحه. هذه أول نقطة. هو فنان بالشعارات. ما في شك ما فيه واحد ينكر هذا الواقع. عرف أنه يعني يغري القوى السياسية اللي هي دعمته. إنما هو سكت. سكت من وقتين سكت من وقت ما قال شو رح يعمل سامر حنة بجنة. سكت عن كده شيء اسمه قوة الدولة. قوة الدولة شرعية الدولة. هو سلم شرعية الدولة لحزب الله. وقعد يفكر كيف هو بدي يكون موجود ويأمن مستقبل العيدة ومستقبل صهره. اشتركوا في القناة